الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أنه محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً إلى يوم الدين وما بعد قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الرياض الصالحين في كتاب الفضائل قال باب الحث على صلاة الوتري وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته في هذا الباب استكمل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل فضائل صلوات النوافل وفي هذا الباب تكلم على صلاة الوتر وصلاة الوتر هي من أعظم النوافل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاة الوتر في حضره وفي سفره فلا يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر وكل هذا من العناية بهذه الصلاة العظيمة وقد وردت صفات كثيرة في صلاة الوتر سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الكلام على هذه الأحاديثة ذكر المصنف رحمه الله تعالى فقال رحمه الله باب الحث على صلاة الوتر في بيان فضله وبيان أنه سنة مؤكدة هذا من حيث الحكم وبيان وقته أي متى يكون وقت صلاة الوتر قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة مكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وطر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن رواه ابداود والتلمذي وقال حديث حسن في هذا الحديث ومجاعن علي رضي الله عنه بيان حكم صلاة الوتر فقال علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم يعني ليس بفرض وواجب كصلاة مكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي قال إن الله وطر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم والأصف الأوامر أنها تقتضي الوجوب ولكن لأن صلاة الوتر ليست بواجبة بينها علي رضي الله عنه فقال الوتر ليس بحتم كصلاة مكتوبة والذي يخرج الوتر على أنه ليس بواجب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو الحديث الذي جاء في الصحيحين عن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فسأله عن الصلاة فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ثم سأله هل في ذلك زيادة عليها فقال لا إلا أن تطوع فدل على أن ما سوى الصلوات الخمس اليوم الليلة هو تطوع ومنها صلاة الوتر ولكنه سنة مؤكدة وهذا هو الصحيح من أقواله العلم لأن بعض العلم يذب لا وجوبه ولكن الصواب أنه ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة لا ينبغي المسلم أن يفرط فيه ثم هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وطر أي إن الله واحد أحد فرد سبحانه وتعالى يحب الوتر يحب أن يتر أهل الإيمان وأهل الإسلام في ذلك حثهم في آخر الحديث قال فأوتروا يا أهل القرآن فما المراد بأهل القرآن هنا قيل المراد بأهل القرآن هو جميع المسلمين والمؤمنين لأن القرآن نزل عليهم وقيل بأهل القرآن هم حفظته وحملته ولا شك أنهم أولى بالقيام بكتاب الله عز وجل ولكن هذا الحديث يعم الجميع فكل مسلم نزل عليه القرآن هو مخاطب به فلذلك هذا الحديث حث للجميع على قيام الليل وبالوتر ثم قالوا عن عيشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وعن نبي سعيد الخدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وهذه الحديث كلها تدل على فضل الوتر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه وكان يأمر به في حديث عيشة أنه قد أوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ولكن انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر وهو أفضل ووقات الوتر وفي حديث بن عمر وبسعيد الخدر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون آخر الصلاة بالليل وترا وهذا هو الأفضل أن الإنسان يجعل الوتر في آخر صلاة لأنه لو أوتر في أول الليل ثم صلى بعد ذلك مثنى مثنى لا بأس لكن لا يوتر مرة أخرى لكن الأفضل أن يجعل الوتر هو آخر الصلاة وهنا قال أوتروا قبل أن تصبحوا أوتروا قبل أن تصبحوا وهذا فيه بيان الوقت فيه بيان الوقت فالوتر يكون قبل خروج الصباح خروج الصباح بخروج وقت الفجر الحقيقي فإذا خرج الفجر الحقيقي انتهى وقت الوتر ولكن للمسلم أن يعوض ذلك إذا فاته بعد خروج الشمس وارتفاعها قيد رمح أنه يقضي ما فاته من الوتر ولكن يقضيه شفعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقضون الوتر بين الأذان والإقامة قبل أداء صلاة قبل أداء صلاة الفجر فمن فعل ذلك فلا بأس ومن فعل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وصلاها شفعا فلا بأس ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أي قضها فأوترت رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة وهذا فيه فوائد أولها أن المرأة إذا كانت معترضة فليس لها حكم المرور بين المصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعونها وهو الصحيح أنهم يبطلونها يعني تبطل الصلاة بمرورهم وإن كان بعض العلم يرى أن هنا الإبطال بمعنى ينقص الأجر ولكن الشاهد في هذا الحديث أن الاعتراض لا يعتبر مرورا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه فالمنه عنه المرور المنه عنه المرور الكامل أما دون المرور الكامل فإنه لا يأخذ هذا الحكم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي قبلته عائشة رضي الله عنها هذا الحكم الأول والحكم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجعل عائشة تأخذ حظها من النوم ثم إذا بقي الوتر أيقظها حتى توتر لأن النفو سيست كبعضها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أكثر مما تقوم عائشة وكان يجعلها تأخذ حظها من الليل يعني من النوم ثم بعد ذلك يوقظها حتى توتر وهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وحرصاً على هذه العبادة العظيمة وهي الوتر وأمره لك بالصلاة والصبر عليها ثم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال حديث السابقة أن وقت الوتر قبل الصبح قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم وهذا فيه بيان حرس النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله يعني لا تترك الوتر إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فمن طمع أن يقوم في الليل فليؤخر الليل لأن ذلك أفضل لأن صلاة الليل مشهودة تشهدها الملائكة لذلك قال النبي عليه وسلم وهو أفضل ومن لم يطمع في ذلك خشيا يفوته أو يتكاسل عن القيام فليوتر بعد العشاء مباشرة المهم أنه لا يترك الوتر كل هذه الحديث تدل على فضيلة هذه العبادة العظيمة التي يفرط فيها اليوم كثير من الناس وهي لا تأخذ منك وقتا كبيرا فأوتر ولو بركعة أوتر ولو بركعة لا تترك الوتر أبدا لا في سفر ولا في حضر إن استطعت أن تقوم آخر الليل فقوم إن لم تستطع فصلها مباشرة بعد العشاء مباشرة ودداركنا كثيرا من مشايخنا رحم الله الميت منهم ومدى في عمر الحي منهم أنهم يقسمون صلاة الليل قسمين حتى يخففوا على أنفسهم ولا يتركوا صلاة الليل فبعد صلاة العشاء مثلا يصلون أربع ركعات ويوخرون الأربع إلى آخر الليل كل ذلك من أجل أن لا يفوتهم قيام الليل ولا يفوتهم الوتر فيبادرون بشيء من الصلاة ويجعلون شيئا في الليل تخفيفا على أنفسهم ولكن لا يتركون قيام الليل أبدا وصلاة الوتر لها صفات جاءت السنة منها الوتر بركعة وقد جاء في حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يؤثر بركعة فليفعل وهذا الحديث صحاحه بعضها العلم وبعضهم قال هو موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خشي الصبح فليوتر بركعة ويشهد له أيضا فعل الصحابة وقد أوتر كثير من الصحابة بركعة واحدة فهذه هي الصفة الأولى في الوتر أن يوتر بركعة يصلي ركعة واحدة فقط وجاء هذا أيضا كما أذكر عن معاوية رضي الله عنه والصفة الثانية أن يوتر بثلاث أن يوتر بثلاث ركعات ولها صفة الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة فهو الآن أوتر بثلاث وهذا فيه بيان أن ما يسميه الناس في صلاة الليلة الشفع والوتر أخر ثلاث ركعات هذا خطأ أخر ثلاث ركعات كلها أوتر كلها وتر الناس يسمونها شفع وتر لا كلها وتر الشفع الذي قبلها المثنى المثنى الثمان ركعات المآخر ثلاثة ركعات فهي وتر ولكن لها صفتان الصفة الأولى أن تصلى ركعتين ثم ركعة أو تصلى سردا ثلاثة ركعات من غير جلوس إلا في آخرها ويكره أنه يشبهها بالمغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كيف يشبهها بالمغرب أن يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد ثم يقوم هذا منهي عنه فإذا أراد أن يؤتب لثلاثة إما أن يسردها سردا أو يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ثم يصلي بعدها ركعة لوحدها فهذه هي الصفة الثانية أولا ركعة والثانية ثلاثة ركعات والصفة الثالثة أن يسرد خمسا خمسا في تسيمة واحدة لا يجلس إلا في آخرها والصفة الرابعة أن يصلي سبعا سردا لا يجلس إلا في آخرها والصفة الخامسة أن يصلي تسعا سردا ولكن يجلس الثامن للتشاهد ويقوم للتاسعة صلي تسعا سردا يجلس الثامن للتشاهد ثم يقوم للتاسعة فهذه خمس صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوثر كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والسنة للمرأة ينوع بينها وهناك صفة سادسة ذكرها بعض العلم وهي أنه يصلي احد عشر ركعة يوتر في آخرها بركعة ولكن هذا والله أعلم أن هذا يدخل في الصفة التي ذكرناها في الصفة الأولى والثانية أنه يوتر بركعة وبثلاث لأن الأحد عشر ركعة التي صليها النبي صلى الله عليه وسلم آخر ثلاث منها تعتبر 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 وثرا فهذه الصفات الوتر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة والله أعلم صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين